السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم تعالي الكرام تابعي القناة من الاخر الخلاصة معكم محمد نور الدين ترتيب فرقة دور الانجليزي الممتاز وترتيب الهدفين وهي نتائج مباريات الجولة الحادية والثلاثين من البداية الجمعة تسع اربعة امس تسع اربعة الفين وعشرين وحتى هذا اليوم السبت عشر اربعة الفين وعشرين بعد كده نتكلم عن ترتيب فرقة دور الانجليزي ثم ترتيب الهدفين متابعي الكرام لا اول مرة زرها في قناة الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو ومكتوب على الاشتراك وسبسكرايب اعملاك الفيديو فعل زر الجرس الى اصل لكل جديد باستمرار باذن الله تعالى مفاجآت اليوم منشستر سيتي يخسر بعد مباريات كتير جدا من الفوز ما زهقت من عدها مش عار بتاع سبعة وعشرين مباراة بين حاجة زي كده يعني ولفربوليا فوز والحمد الله رب العالمين بعد طبعا التعاصر امام ريال مدريد فاز على استنفيلا الى جانب ان تشيلسي فاز بفوس كبير جدا اربعة واحد خانونا تعرف على اه نتائج المباراة اولا الجمعة التسعة اربعة الفين وعند وعشرين فولهم خسر امام ويلف رامبتون صفر واحد احراز ادا فولف رامبتون اللاعب تراوري في الديئة اتنين وتسعين متابعي الكرام اليوم السابت عشر اربعة الفين وعند وعشرين منشستر سيتي خسر امام لتزي يونايتد واحد اتنين احراز دفل لتزي يونايتد الاول ستيورد دالاس في الديئة 42 وستيوارد دالاس في الديئة 91 هدف منشستر سيتي جاء عن طريق فيران توريس في الديئة 76 متمعي الكرام ليفربول فاز على أستون فيلا 2-1 أحرز هدف ليفربول النجبل مصر محمد صلاحي أحرز هدف الأول لليفربول في الديئة 57 بعد طبعا ما أستون فيلا أحرز هدف الأول له أولي واتكنز في الديئة 43 الهدف السن لليفربول جاء عن طريق أليكساندر أرنولد أو تريند أليكساندر أرنولد في الديئة 91 متمعي الكرام كريستال بلس خسر أمام تشيلسي 1-4 أحرز هدف تشيلسي الأربعة كاي هافرتز في الديئة 8 كريستيان بوليسيتشي في الديئة 10 كارت زومة في الديئة 30 وكريستيان بوليسيتشي في الديئة 78 هدف كريستال بلس عن طريق اللاعب كريستيان بنتيكي في الديئة 63 خلنا تعرف على ترتفرق دور الإنجليز المتصم تعرف على ترتفرق الهدفين بعد انتهاء مباريات اليوم في الجولة 11 والسن�� دور الإنجليز الممتاز متمعي الكرام متصدرت ارتفرق دور الإنجليز الممتاز منشستر سيتي ما زال هو المتصدر طبعا ب-74 نقطة منشستر يونيتد ولكن من 32 إبراية منشستر يونيتد مركز الثاني بـ 60 نقطة من 30 مبارا لستر سيتي المركز الثالث بـ 56 نقطة من 30 مبارا تشيلس المركز الرابع بـ 54 نقطة ليفربول في المركز الخامس بـ 52 نقطة واستهام يونيتد المركز السادس بـ 52 نقطة ولكن لسه ملعبشهم برطف الجولة تتنهام في المركز السابع برصيد 49 نقطة ايفيرتون في المركز السامن بـ 47 نقطة من 29 براء ليد يونيتد المركز التاسع بـ 45 نقطة أستون فيلا المركز العاشر بـ 44 نقطة أرسنال المركز الحادي عشر بـ 42 نقطة وولفر هامبتون المركز السانع عشر بـ 38 نقطة كريستال بلس المركز الثالث عشر بـ 38 نقطة ساوس هامتون في المركز الرابع عشر بـ 36 نقطة بيرنالي المركز الخامس عشر ب33 نقطة برايتون المركز السادس عشر ب32 نقطة نيوكاسي اليونايتل المركز السابع عشر ب29 نقطة فولهم في المركز السامن عشر برسيد 26 نقطة واستبرومتش ألبيون المركز التاسع عشر ب21 نقطة شفيلد يونايتل المركز العشرين والأخير ب14 نقطة خلنا نتعرف على ترتيب الهدفين وتمعين الكرام متصدر الهدفين اللاعب هاريكين لعب تتنهام ب19 هدف هتساو معه النجم المصري محمد صلاح لعب لفربول بعد إحراز هدف اليوم ولديه الآن 19 هدف المركز الثاني بورنو فرنانديز لعب منشستر ناتف ب16 هدف مركز السالس كالفرت لعب بفيرتون ب14 هدف وباتريك بنفورد لعب ليدزي يونايتد وفي مركز الرابع سون هونغمين لعب تتنهام ب13 هدف بأولي واتكنز لعب أستن فيلا وفي مركز الخامس إليكاي وغندغان لعب منشستر سيتي ب12 هدف وجيمي فرد لعب لستر سيتي مطمعين الكرام خ Davis تعرف علي ترتيب صناعة الأهدف مطمعين الكرام متصدر صناعة الأهدف اللعب هاريكيل لعب تتنهام صناعة 13 هدف في المركز الثاني بورنو فرنانديز لعب منشستر ناتف صناعة 12 هدف في مركز السالس كيفن دي بروين لعب منشستر سيتي صناعة 11 هدف في المركز الرابع جيenting لعب أستن فيلا صناعة 10 أهدف والسول لمركز الخامس سون هيونغم من لعب تتنم صناعة 9 أهدف متابعين الكرام كان معكم محمد نور الدين من قناة من آخر الخلاصة اشتركوا في القناة على زر الجرسة وعمل لاكي الفيديو نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته